موسيقى السيادة والسادة أهلا بكم في هذه الحلقة منسجلة من نبض بلد التي نقسمها لمحورين في الأول أن تحدث فيه عن تعريفات الأساسية للامركزية أما في المحور الثاني فحديثنا سيكون عن الدورة الاستثنائية وعملية إصلاح القضاء نبدأ الحلقة بالمحور الأول فمع اقتراب الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات يبقى السؤال عن فكرة اللامركزية شاغرا وحديثا شعبيا عن مدى فهم مفهوم اللامركزية وكلمة اللامركزية والأدوار المتوقعة من مجالس المحافظات والمجالس المبثقة عن الانتخابات المقبلة حقيقة الحديث بتفاصيل وتطرق مفاهيم اللامركزية الأساسية نصدف فيه لستوديو دكتور علي الخوالدي مستشهار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية دكتور علي مساء الخير بداية شرفني بحضورك مساء الخير الحقيقة بدي أبدأ عن تعريف اللامركزية الناس لليوم لسه عندها تساؤلات حول تعريف اللامركزية ونحن قربنا عن انتخابات نعم أولا مساء الخير وشكرا على هذه الاستطافة في هذا البرنامج لتوضيح هذا المفهوم الجديد في الحياة السياسية وفي أيضا كهياكل في جسم الدولة الأردنية وأنا بعتقد نعم هناك تساؤلات حول هذا المفهوم ولماذا سنطبق اللامركزية هي تساؤلات مشروع لدى المواطن الأردني لكن نحن في وزارة الشؤون السياسية منذ نهاية العام الماضي قمنا بحملة توعوية وتثقفية هدفها الأول التعريف بمفهوم اللامركزية بالإضافة لتحفيز المواطني مشاركة في عملية انتخابات اللامركزية كمفهوم إداري موجود ومقصود في كثير من دول العالم هو نموذج من نماذج الحكم المحلي بمعنى نقل السلطة من المركز إلى الأطراف هذا التعريف الأبسط والمفهوم الحديث للامركزية واللامركزية في العالم بدأت سياسية كثير من الدول طبقتها بشكل سياسي وفي أمثلة كثيرة لها أشكال كثيرة في العالم لعل أبرزها اللامركزية السياسية والتي تطبق بشكل واضح في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الهند هذه الدول لمساحاتها واسعة أو تتكون من إثنيات وعرقيات مختلفة تطبق فيها اللامركزية السياسية لكن ما هو النموذج الذي سيطبق في الأردن أعتقد هذا السؤال مهم النموذج الذي سيطبق في الأردن هو شكل من أشكال الإدارة المحلية ويركز بشكل أساسي على التنمية والخدمات في المحافظات وليس له أي عبعات سياسية والسبب في ذلك أن هذا النموذج مناسب لبلدنا لعوامل متعددة لعوامل العلاقة بالجغرافيا نحن المساحات ليست واسعة كما في دول تطبق اللامركزية السياسية أو الجغرافية أيضا الطبيعة السكانية للمجتمع الأردني والهوية الثقافية للمجتمع متجانسة تماما لذلك الذي سيطبق في الأردن هو نموذج تنموي هدفه الأساسي التنمية الاقتصادية في المحافظات وأنا أعتقد أن تعريف اللامركزية في الأردن هو كيف يمكننا نقل عملية التنمية وتحسين وتطوير الخدمات من المركز إلى الأطراف وأعطاء هذه المجالس صلاحيات في تطوير وتحسين وتقديم الخدمات والمشاريع التنموية في المحافظات نحن نحكي هنا وفقا لهذه الانتخابات لدينا مسميات عديدة حول المجالس وعندنا مصطلحات كثيرة لكن خلينا قبل ما نكمل الحوار ونحكي عن المجالس المبثقة عن الانتخابات المقبلة مجلس بلدي وتنفيذي ومجلس محافظة كل هذه الأمور المختلطة أساسا عند المواطن اليوم لكن نشوف إذا المواطن فعليا بعد هالحملة وبعد كل ما ذكرت هل هو يفهم فعليا معنى اللامركزية أم لا نتابع سوية طبعا نسمعت فيها وكانت الحملة الإعلامية ومنظمة ومرتبة وتقريبا كل الشعب الأردني بيعرف فيها الموضوع اللامركزية بتوقع هذا شيء يعني حتى اليوم أنا مارك أنا وصاحبتي منحكي شو اللامركزي بتوقع هاتشغلة خاصة بتعاون البلدية أنا بقعف إنه بمتغير رؤوسها البلديات ومن الأفضل للأفضل انتخابات البلدية أوكي بتفيدني أما اللامركزية هاي صراحة مش مفهومة مش معروف شو هي انتخابات البلدية يعني مش نافعنا بإشي أصلا انتخب بس ما في تقدم له قدام كله لورا باعرف إنه اللامركزية فيها صلاحيات كتير حلوة يعني منيحة اللي تساعد المنطقة وأهل المنطقة اللي هو اللي بنجح فيها واللي بسلم فيها انتخابات البلدية احنا اسمعنا عنها من زمان وشاركنا فيها يعني قبل هالمرة عدة مرات وأما شغلت يعني الانتخابات اللامركزية بالنسبة إلي أنا هايض إشي جديد ما عرفت عنه قبل هيك وعول مرة بسمع فيه وبصراحة يعني ما كفيه عن شرح عنه أو فيه تفاصيل عنه إنه نعرف شو يعني لمركزية ولمين تابعه وليش إن وجدت إشي جديد فهاي معلومات بصراحة معلومات جديدة أنا ما بعرفها قبل هيك ظاهرة حضارية عرص ديمقراطي ولكن العرص الديمقراطي هذا هل هو حقيقي أم لعبة أم لعبة صندوق أم لعبة من من الدولة أو لعبة من محصوب على زيد وعبيد من الناس وانت عارف بلدنا كلاتها محسوبية ومحسوبة على الديمقراطية دكتور سمعت أراء المواطنين هناك من يعلم وهناك من لا يعلم صحيح واضح واللي بعرف بيقول لك أنا شو بدي فيها تتباين معلومات وأراء المواطنين في هذا الباب إحنا في عملنا حاولنا نصل بمبناهج ومداخل مختلفة إلى كافة المواطنين عبر الأدوات المتاحة سواء اللجوء إلى الإعلام ووسائل المختلفة حتى السوشيال ميديا لدينا استخدام للسوشيال ميديا وخصوصا لفئة الشباب أيضا لدينا فيديوهات تعريفية بالقانون وبالعملية وإلى خيره بالإضافة إلى ورشات العمل لكن أنا بعتقد أنه لا يزال هناك أولا الناس في الأردن لديهم معلومات كافية عن العمل البلدي إحنا الأردنيين على ألفة بالعمل البلدي لذلك يعلمون جيدا ما هي البلديات وماذا تقدم وإلى خيره لأنه عمرها في الأردن أكثر من مئة عام لكن الجديد وهذا إشي طبيعي أنه الناس للآن لم تتعرف على مفهوم اللامركزية جوز عندهم معلومات عن انتخابات نفسها انتخابات اللامركزية لكن كمفهوم لأنه جديد جديد وليس لدينا تجربة سابقة في هذا الباب أنا بعتقد أيضا أنه هذا العمل يجب أنه هو مسؤولية مشتركة مشتركة بين كافة الأطراف سواء في الأجهزة الرسمية الحكومية أو حتى في مؤسسات المجتمع المدني أو في الأحزاب السياسية مطلوب من كافة هذه الجهات جميعها أن تسهم في توضيح هذا المفهوم التعزيز ولكن المسؤولية الرسمية بشكل رئيسي على وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حاولنا أن نصل إلى كافة المحافظات لتوضيح هذا المفهوم من خلال ورشاة العقل أنا في الانتخابات المقبلة دكتور علي طالع بمصطلحات جديدة بمعنى أنه صار مجلس بلدي هو متعارف عليه ومعروف للجميع وعندنا مجلس تنفيذي وعندنا مجلس محافظة نعم نعم عندنا أربعة عندنا المجلس المحلي والمجلس البلدي وهذول مترابطين في قانون البلديات يحكمهم وعندنا المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة هذول في قانون المركزي الحقيقة هو إجراء الانتخابات في يوم واحد ليس السبب أن هذه المجالس مترابطة تماما كان ممكن إجراءها بيومين مختلفات لكن لخفض التكاليف وحملة انتخابية واحدة وتوعوية واحدة ولأسباب لها علاقة بتخفيض النفقات وتشجيع الناس على المشاركة لأن الناس متعودين على المشاركة في البلديات فممكن تزيد مشاركتهم في نفس اليوم لكن هذه المجالس يحكمها قانوني مختلفات المجلس المحلي والمجلس البلدي هو في قانون البلديات ومجالس التنفيذية ومجالس المحافظات هذه يحكمها قانون لا مركزي ويوضح مهام هذه المجالس مجلس التنفيذي ومجلس المحافظة ونحن جزء من هدف حملتنا التوعوية أن يستطيع الناس التمييز بين هذه المجالس الأربعة و أدوارها المختلفة لأن الأدوار مختلفة تماما و لا يوجد تضارف الصلاحيات بين المجالسة البلدية التي تجزء منها المجالسة المحلية تطول بها لحينا صغير لأن الناس تشعر دائما أن هناك تضارف في المفاهيم تضارف في المصالح حتى رؤساء بلديات يجتكوا بأنه هناك صار عندنا أربع مجالس مين يحكم مين و مين يشور و مين صاحب القرار مين يقول آه و مين يقول لا نحن عندنا مجلس منتخب واحد في الأمركزية و المحافظة و المجلس المحلي و المجلس البلدي منتخب سيد العزيز المجلس المجالس البلدية هي مؤسسات أهلية مستقلة ماليا و إداريا و ليس للمجلس التنفيذي أو مجلس المحافظة أي سلطة عليها هذا اللي رح اللي يجب أن يفهمه حتى رؤساء البلديات و هذه التخوفات كانت لديهم سابق في قانون البلديات البلديات تقدم ما يقارب ثمانية و عشرين خدمة تختلف تماما عن المهام و الأدوار المنوطة بمجلس المحافظة و بالمجلس التنفيذي العلاقة بين هذه المجالس هي علاقة التنسيق و تعاون لا أكثر لا يوجد سلطة لا من المجلس المحافظة على البلدي و لا العكس لكن المطلوب التنسيق في المسار التنميم بمعنى في هناك في القانون في مطلوب من المجالس اللامركزية المجلس التنفيذي و مجلس المحافظة أن يتم الإطلاع على دليل احتياجات المواطنين و هذا دليل احتياجات يجب أن يأتي من المجالس المحلية و المجالس البلدية حتى يتم الإطلاع على ما هي احتياجات الناس في هذه البلديات و في هذه المحافظات و ما هي أولوياتهم للتنسيق فقط لا يوجد أي سلطة لهذا المجلس على هذا المجلس و أيضا النطاق الجغرافي مختلف تماما مجالس البلدية تعمل في نطاق جغرافي واضح هو حدود البلدية لكن مجالس المحافظات حدودها المحافظة تامة سيكون لدينا 12 مجلس محافظة هذه المجالس أدوارها البلديات أدوارها الرئيسية إدارة و تنسيق و الإشراف على المرافق العامة و الخاصة داخل حدود البلدية مجالس المحافظات هدفها الرئيسي كيف نطور عملية التنمية و الخدمات في المحافظات و هناك مهمتين رئيسيات هذه المهمتين الرئيسيات هناك عدة مهام لكن أبرز مهمتين رئيسيات و هي تختلف تماما عن مهام البلديات اللي هي إقرار مشروع موازنة المحافظة و إقرار خطة المحافظة التنموية و الاستراتيجية و التنفيذية المحالة من المجلس التنفيذي الذي يمثل الحكومة نعم في كل محافظة طيب اليوم المواطن برضو فيه سؤال مهم هذا أمامكم جميعا وهو سؤال هل سيشارك أو لن يشارك في الانتخابات المقبلة خلينا نشوف رائع المواطن حول المشاركة على أقل في الانتخابات المقبلة وتابع سويتها اسمعت عن الانتخابات و إن شاء الله رح أشارك فيها مهتم مكيد مية في المية نسب لي ما باهتم بيك شغلات مش مهتم نهائيا تقولي بلدية على الفاضي بشتغلوش نحن رح ننتخب و رح نخلي الكل شارك عنه لا لأنه ما في تقدم له قدام على الفاضي والله مش من اهتماماتي نهائيا والله سمعت من التلفزيون من اليافطات اللي في الشارع بس و لكن أنا مش مهتم ملها نهائيا لأنه كله بالأخير يعني الناس رح نجح اللي بدهم يا يعني و خصوصاً أنه مقاعد اللا مركزية حددوها أكثر من مقاعد البلدية فبالنهاية السلطة رح تكون الأعلى طبعاً اللا مركزية حسب ما هم موضفين وبالنهاية يعني اللا مركزي بما أنهم أكثر يعني هم ناس معروفين من اللي رح ينجحوا فيهم فعلى التصويت بما أنه رح يكون فيه تصويت دايماً معروف شوه القرار رح يطلع والقرار اللي رح يطلع هم رح يكون هم أصلاً بدهم إياه لها غير مهتم فيه ليش؟ ليش لأنه ما فيه شي جديد يعني لا ليش؟ عالفاضي عالفاضي بالله ما يعني ما بتحسي أنه بيجي واحد بيخدم يعني ما نسوي شرية الأصوات كلها بس مناصب كلها بس مناصب والله بالنسبة لي للأسف لا والله يعني هنا منتابعها نشوف الأفضل لا ومش مهتم بالموضوع نهائياً يعني لا أكثر من الآن عشان نكون وقعي نعم يعني اليوم نعم على فرض حتى يعني لما عندما تتابع مثل هذه الأراء المواطنين ونحن نحكي عن مختلف المناطق لا غير مهتم أولاً هي المشاركة حق حق من الحقوق المدنية والسياسية للمواطن الأردني في عملية الانتخاب ثانياً هذه الانطباعات التي رأيناها للمواطنين يجب أن تتغير قناعاتهم باتجاه المشاركة لأنه التغيير لن يأتي إلا من خلال صندوق الاقتراع اختيار تغيير نحو الأفضل اختيار الأفضل من خلال صندوق الاقتراع ليس هناك يعني أسلوب آخر في قضايا اختيار المجالسة البلدية والمجالس المحافظات إلا صندوق الاقتراع واختيار الأفضل فلذلك المشاركة هي الأفضل لأن العزوف العزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية سيؤدي إلى نتائج أخرى سيعطي فرصة لآخرين قد لا يستحقوا للمواطنين الآن أبدو عدم رضاهم عن الخدمات التي تقدمها المجالسة البلدية أو عن طباعتهم عن المجالسة البلدية بشكل عام أنا أعتقد المشاركة هي الأفضل الحقيقة لا يوجد فيه هناك دراسات متباينة أو إحصاءات عن المشاركة التوقعات التي نحن كوزارة متوقعين المشاركة ستكون أفضل وإلها أسباب مختلفة أولا هناك شكل جديد من جسم الدولة الآن الأردنية سيكون هناك أربع بالإضافة لمجلس النواب هناك ثلاث أجسام جديدة منتخبة وهذا يعطي زخمة للعملية الديمقراطية في الأردن هناك مجالس محلية ومجالس البلدية وأيضا مجالس محافظة يأتي زخمة المشاركة نعم لذلك يعطي زخمة نحن متوقعين أنه ستكون مشاركة أفضل تنافس في أي أساس لعوامل عديدة أعطيني عوامل أولا نحن في حملتنا التوعوية في كل ورشات العمل كوزارة نقوم بتوزيع استبيان حول المشاركة استبيان لدينا برنامج مثلا على سبيل المثال لدينا 29 جامعة ننفذ فيها برامج توعوية نوزع استبيان هل ستشارك أو لا تشارك النتائج لدينا إيجابية تماما بس ما خلصنا التحليل لدينا برنامج اسم الوصول إلى 100 بلدية بمعنى نعمل ورشة في كل بلدية لمواطنين البلدية المقصود ونوزع استبيان في هذه الجلسات في بدايتها ونهايتها نقيس مدى أول شي مدى فهم المواطنين لمفهومة لا مركزية ثم المشارك نتائج بالنسبة إيجابية بس لأنه يجب أن نؤكد عليه سواء نحن كمؤسسات حكومية أو أنتم كإعلمين أن المشاركة هي السبيل الوحيد للتغيير نحو الأفضل وخصوصا أن المجالس البلدية ومجالس المحافظات هي تقدم أشياء تمس حياة المواطن مباشرة نحن نتحدث هنا عن قضايا الإعلاقة بالصحة الناس وبتعليمهم وبمواصلاتهم وبأشغالهم وبأعمالهم وبحياتهم اليومية طيب وتؤثر عليهم مباشرة واضح واضح وأنا أسمح لي أرحب عبر الهاتف بالأستاذ محمد الحسيني مدير مركز هوية مساء الخير أستاذ محمد وأهلا بك في نبض بلد بداية أستاذ محمد الحسيني تسمعوني طيب راح يكون معنا لأستاذ محمد الحسيني لكن اليوم أنا بدي أسألك دكتور بعيدا عن العادة يعني بدي أفترض أن اليوم يبدو يروح ينتخب لا بدي ينتخب لا عشائريا ولا جهويا ورايح ينتخب لأنه بدي ينتخب نعم شو الأسس بيختار عليها ممثل في مجلس المحافظة على أدر تقدير لأول مرة نعم هو السلوك الانتخابي للمواطن الأردني في أغلبه يعني وللأسف وأنا بحكيها يعني أمام المشاهدين أنه جزء منه يعتمد على العوامل غير موضوعية اللي هي العوامل الأعلاقة و أنت تشوف الأجماعات العشائرية و التنافس العشائرية لكن المعايير الموضوعية لاختيار المرشح يجب أن أولا أن يكون هناك السيرة الذاتية للمرشح من هذا المرشح ما هي مؤهلاته ما هي خبرته كفاءاته و قدراته و أن نبتعد عن العوامل الأخرى غير الموضوعية مثل التنافس العشائرية أو القبلي أو الجغرافي إلى آخر الموضوع الثاني أنا أعتقد هذه المجالس مجالس المحافظات بالذات هي تحتاج إلى خبرات في القضايا المطروحة لأن المجلس التنفيذي الذي سيناقشه مجلس المحافظة في الموازنة المحافظة و في مشاريعه و خدماته و مجلس خبراء في المقابلة اللهي أنا بدا أن أتوقف عني يناقشه و لا أبدأ أرجع لك إلهم علشان في نصف القانون يثير التساؤل في هذا الإطار لكن أسمحني أرحب الآن بأستاذ محمد الحسيني لنضم إلينا على الهواء حقيقة أستاذ محمد مساء الخير بداية و أهلا بك في نبض البلد الحديث اليوم عن انتخابات اللامركزية اللي باتت قريبة و الحديث عن المجالس التي ستخرج من انتخابات المقبلة و هناك الحديث أيضا أنه مدى فهم المواطن اللامركزية متى إيمانه بالعملية الانتخابية المقبلة و أقدامه نحو صندوق الاقتراع للانتخاب و جتظرك يا سيد يومانسيكو بالخير أول شيء يعني إحنا على بعد شهر واحد فقط من الانتخابات تقريبا شهر و لغاية الآن أنا شخصيا لدي تخوف و قلق وهو قلق مشهور أنه على الرغم من كل الحملات والجهود اللي يتم بدلها سواء من وزارة الشهور السياسية و البرلمانية أو المؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات الأعلامية إلى أنه لغاية اللحظة أنا مقتنى تماما أن هناك عدم موضوح لدى المواطن في أمرين الأمر الأول هو مفهوم اللامركزية لحد ذاتها والأمر الثاني أنه ما هو الجديد يعني ما الذي تضيفه اللامركزية إليه أنا من خلال جولات مكثبة في المحافظات بشكل يومي و اللقاءات مع مجموعات كبيرة من المواطنين هذه سؤالين رئيسيين يتم طرحهم أولا شو يعني اللامركزية ماذا تعني ذنا اللامركزية هناك من يعتقد أنه المجال ما هذه ستكون أولا هناك خلط المجلس التنفيدي ومجلس المحافظة من حيث المبدأ ثانيا هناك اعتقاد غريب أن هذه المجال مرتبطة بوزارة الداخلية يعني هذا اعتقاد جزء كبير من الناس نعم ثالثا هناك عدم فهم لما هو الإضافة المتحققة وما هي الإضافة المتحققة من هذه المجال بمعنى آخر يتحدث الناس أنه إحنا أساسا لدينا مجال التنفيذية ولدينا محافظ فما هو الجديد ولدينا موازنات مخصصة من الملكز فما هو الجديد هناك مشكلة الناس في المناسبة تعي تماما الأمور الإجرائية محمد بمعنى أنه عرضين أنه يوم الاقترار رح يروحوا ورح يصوتوا بثلاث أوراق اقتراع واحد لمجلس المحافظة وواحد رئيس البلدية وواحد لمجلس المحلي الناس تعي ذلك تماما لكن المشكلة أنها غير ملمة بمفهوم اللامركزية كعملية شاملة وغير ملمة بالإضافة التي ممكن تتشكل من هذا السيد محمد نحن وجهنا سؤال حتى للمشاركة من عدمها في الانتخابات المقبلة هل تقرأ مشاركة شعبية واسعة في الانتخابات المقبلة أما أن الأمور لن تسير كما يتوقعها الأقل دكتور علي اللي بتوقع مشاركة واسعة والله أنا أنا أشارك الرأي أنه فيه توجه نحو المشاركة فيه توجه نحو المشاركة بالدرجة الأولى بسبب الانتخابات البلدية بالمناسبة نعم بالدرجة الثانية بسبب حسرة عدد المرشحين اللي اللي يتجلوا الانتخابات. وبالتالي نحن فيه تحجيد لمناصرية. خاصة في المناصر اللي بيكون فيها الانتخاب بالدرجة الأولى على أشس عشائرية. وبالتالي هذا سيدفع باتجاه عدد أكبر من المشاركة. لكن أنا بحب أن أوله. أن هذه المشاركة لا تعني بالضرورة أن الناس في شارك لأنها تعرف تماما ما هو النظام القادم بالنسبة للأشكال الجيئية. سواء الهيكل الجديد للبلديات أو الهيكل الجديد تماما علينا وهو هيكل لنا. أشكر كل الشكر لأستاذ محمد الحسيني مدير مركز هوية كنت معنا عبر الهاتف واضح. كلان مستوى محمد ما فيه. مواطن بسأل شو بيضيف لي وشو بيضيف لي. صحيح. هو إحنا نحاول ونجيب في حملتنا التوعوية التي نرفذها على الأسئلة التي طرحها الأستاذ محمد الحسيني والتي طرحها المواطنين. ما هي اللامركزية لماذا اللامركزية. ما الذي ستضيفه. ومن خلال أيضا مواد إعلامية وتوعوية قمنا بهذا الأمل ووجهناه لكافة فئات المجتمع. وأيضا عبر مواد مكتوبة من خلال برشورات كتيبات أصدرناها. لتوضيح هذا المفهوم للمواطنين. ويعني أنا بستقل هذا المنبط. الهدف الرئيسي. هناك هدفين للامركزية في الأردن. الهدف الأول هو ديمقراطي. زيادة مشاركة المواطن في صنع القرارات التي تقص حياته اليومية مباشرة. الخدماتية والتنموية. الهدف الثاني كيف نخلق التوازن تنموي بين المحافظات. كيف ننقل التنمية من العاصمة إلى الأطراف. وهذا وهذه الرؤية الملكية للامركزية. بس بالقانو. بالقانو. المجلس التنفيذي يعد الخطط. نعم. ومجلس المحافظة يقرها. صحيح. هناك نقاش. لا. هناك بحث. طبعا. في جلسات. هناك تعديل. هناك تعديل. يا آية. لا. وهذا شيء طبيعي طبعا. دائما الحكومة هي التي تعد في العالم كله. في العالم الحكومة هي التي تعد الموازنات لأنه الأرقام والإحصاءات والبيانات والقوانين هي مسؤولة عن تنفيذها. نعم. المجلس التنفيذي هو الذي يعد الموازنة ويعد الخطة يعرضها على مجلس المحافظة المنتخب. مجلس المحافظة المنتخب يناقش وقد يختلف وقد لا يؤيد وقد لا يوافق على بنود أو ملاحظات. منزم قار عدم موافقة على مجلس المحافظة أو المجلس التنفيذي؟ القانون واضح في هذا الباب. القانون يقول إذا اختلف المجلسان على بند أو على مسألة أو أي قضية في هاتين القضيتين في الموازنة هناك لجنة مشتركة من المجلسين يرأسها رئيس المجلس المنتخب وصوته مرجحا في حالة تساوي الأصوات. والقرار ملزما. ملزما إذا صوتوا اللجنة هذه المشتركة صوتت لصالح قرار معين ملزم لإدراجه في موازنة المحافظة والإدراجه في خطتها. وهذا يغيب كثيرا عنه. كيف تجتمع الاجتماعات دورية سنوية شهرية أسبوعية؟ في نظام داخلي صدر لمجالس المحافظات. هذا النظام يقول بأنه أولا هناك لجان لمجلس المحافظة اللجنة مالية اللجنة صحية اللجنة التعليم الأخرية. وهذه اللجنة تساعد في جمع المعلومات والدراسات وتحديد احتياجات المواطنين وأولوياتهم في المحافظة معمتها. وأيضا هناك اجتماعات يجب أن تكون دورية هذه الاجتماعات مع المجلس التنفيذي. وأيضا أولا يجب أن هناك تعليمات واضحة لقضية مناقشة الموازنة. يوم الأحد القادم هناك اجتماع حول هذه التعليمات. وأيضا هناك تعليمات واضحة في النظام الداخلي للاجتماعات وكيفية إدارة هذه الاجتماعات. والعلاقة بين المجلسين. العلاقة بين المجلسين تحكمها قانون المركزي والأنظمة التي صدرت بموجب هذا القادم. أريد أن أسألك سؤال أخير حول المكافآت المواطنين. يوم جاءتنا عديد الأسئلة حول المكافآت التي سيتقضاها كل من سيكون عضوا في المجالس القادم. مكافآت واضحة صدر تصريح وزير الشؤون السياسي والبررماني مهندس موسى المعايد. مكافآت عضو مجلس المحافظة 500 دينار ومكافآت رئيس المجلس 1000 دينار. وهذا العمل هناك تساؤلات. زي ما تحكي أنت المواطنين يطرحوا تساؤلات. أنا أعتقد هذا المبلغ. مجلس بلدي والمحلي على حاله؟ نحالهم. لهم نظامهم الخاص. أما رئيس منجلس المحافظة سيأخذ 1000 دينار. وعضو المجلس سيأخذ 500 دينار. لماذا؟ المجلس يعني رؤس البلديات يتقضوا أكثر من هذا المبلغ. لكن رؤس البلديات لديهم عمل يومي ولديهم كادر بشري ولديهم مرافق يديرونها وإلى خيره. أعضاء مجالس المحافظات ليس لديهم عمل يومي. يجتمع عند مناقشة الخطط ومتابعتها وإيضا عند مناقشة الموازنة. ولذلك المكافآت تتناسب مع طبيعة عملهم وحجمه. وهو بالأصل عمل تطوعي. بالأصل هو عمل تطوعي لا يتطلب التفرق تماما. طيب. فممكن رجال الأعمال الاقتصاديين اللي يشتغلوا بالقطاع الخاص والمحامين. كافة قطعة المجتمع ممكن يكونوا أعضاء في هذه المجالس عبر الانتخاب. ألا من منع القانون. واضح تماما. أشكر كل الشكر دكتور علي الخواندي. أمسشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية. شارفتني بحضورك وأوضحت كل ما يمكن إضاحه حول المركزية وحول الانتخابات المقبلة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. اشتركوا في القناة